وجه البابا بنيديكتوس السادس عشر اتهامات جديدة تتعلق بالاعتداءات الجنسية التي تعرض لها اطفال على يد رجال الكنيسة الكاثوليكية وتشير اخر المعلومات لان البابا منع حين كان كاردينالا في سبعينيات القرن الماضي منع تجريد احد الكهنة من رتبته رغم اعتدائه على صبيعين على قدر اهل المناصب تأتي المصائب هذا هو حال البابا بنيديكتوس السادس عشر الذي يعيش تحت وطأة الضغوط بعد انكرت مسبحة الفضائح الجنسية في الكنيسة الكاثوليكية الان برز تطور جديد الظهر الدلائل تشير الى ان البابا كان قد منع تجريد الكهن ستيفن كينزلي في الولايات المتحدة من رتبته لتجنب اي فضائح كان ذلك في سبعينيات القرن الماضي عندما اعتدى كينزلي على فتيين في هذه المدرسة الكاثوليكية في كاليفورنيا وبعدها بسنوات طالبت ابرشية اوكلين بتجريده لكن البابا والذي كان لا يزال كاردينالا دعا الابرشية في رسالة تحمل توقيعه الى التفكير بالصالح العالمي للكنيسة كرة السلجي هذه ربما كانت السبب في ظهور مؤشرات الى ان البابا سيطلب اتخاذ خطوات حازمة فيما يتعلق بالاتداءات الجنسية تصل الى تعليق عمل الكهنة وابلاغ الشرطة بشأنهم وصولا الى تجريد من يثبت ادانته الفاتيكان يقول لكل الكنائس في اي مكان في العالم بانه من الواجب معالجة هذه القضايا بشفافية والتأكد من ابلاغ السلطات بالامر اذ لم يعد هناك عذر بعد الان لمعالجة هذه القضايا بسرية باتريك راجت الذي تعرض الاتداء جنسي في صغره دعا الفاتيكان الى فتح ملفات الماضي لحل الازمة الحالية ان لقاءات البابا مع ضحايا الاتداءات الجنسية امر جيد لكن ما تحاول الكنيسة الكاثوليكية عمله هو التدخل ومنح الضحايا تعويضا كاذبا قبل ايام طلب مساعد البابا بتجاهل ما اسماه الثرثرة حول الكنيسة لكن التغير في سياسة الفاتيكان الحالية يؤشر الى ان البابا قد تنبه الى ان ما يحدث هو اكبر من مجرد ثرثرة ترجمة نانسي قنقر